العزيز الطيب عبد الماجد قلت له ايه رأيك نشن حملة ننصح فيها العرب انه في نهاية كل مكالمة بين عربي وعربي نختمها بالدعاء على المتنصط الاسرائيلي الله يخرب بيتك يا شيخ يمكن الله يخربتهم فعلا الآن ينضم الينا من الرياض سعادة الدكتور يوسري زكي خبير تأمين المعلومات والاتصالات العربي المرموق مساء الخير يا دكتور يوسري يسمعوننا دون شك يتنصطون علينا دون شك يا دكتور يوسري هذا امر مقطوع به هذا امر طبيعي هذا امر طبيعي ان وجهة النظر في مسألة حصول اسرائيل على معلومات من الاعداء الدائمين لها ترى بعض المبررات التي تقول ان التنصط عملية مستمرة وسوف تستمر فلنأخذ في اعتورنا ان هناك استمرارية في مثل هذه الامور سواء كانت بالتطوير التكنولوجي او بالطرق التقليدية السابقة طب انت اي رأي سعدتك في موضوع البرج الذي سبب سجن العضو المنتدب لموبينيل بالع الحكاية دي انا مش بالعها يا دكتور يوسري الحقيقة هو الحقيقة لازم نحط في الاعتبار انه بالرغم من التقدم التكنولوجي الكبير الموجود لدى الدولة الصهيونية وخاصة فيما تعلق في مسألة الاتصالات كما تفضلت حضرتك وشرحت في المقدمة وكما بيّن التقرير ان هناك استمرارية في مسألة الحصول على المعلومات باستخدام الاقمار الصناعية الثلاثة يعني البرج المقام على اراضي مصرية ينفعهم في ايه اكتر من الامر الصناعي اللي سامعين من خلاله دبت النملة الحقيقة في حاجة مهمة جدا في مسألة التنصت في مسألة جمع المعلومات الاستخباراتية اللي هي تعدد المصادر لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد وليكن مصدر تكنولوجي متقدم مثل الاقمار الصناعية لكن اذا تعددت المصادر وبالتالي المصادر الاخرى غير الاقمار الصناعية هي مصادر مهمة ولا يوجد لدى اسرائيل في تصورها عمل غير مهم فالاعمال التي تكون بها في جمع المعلومات والعملات الاستخبارية عادة هي عمل مهمة حتى وان كانت اعمال تقليدية وانا يجب ان يؤخذ في الاعتبار انه الى الان برغم من تقدم التكنولوجي الهائل الطرق التقليدية في مسألة جمع المعلومات والطرق الاستخباراتية لازلت قائمة وتعمل وان كانت بقدر اقل الا انها موجودة ولا يمكن اغفال ان اسرائيل تعتبر العرب وتعتبر ان المنطقة المحيطة بها منطقة عدام لكن يا دكتور يسري ماذا نفعل بالناس الذين يسكنون على الحدود العربية نحرمهم من خدمة الاتصال المحمولة ولا نبني لهم ابراج اتصال عشان احنا خايفين لاحسن اسرائيل تتنصت ما هي بتتنصت يا دكتور بنينا ام لم نبني اسرائيل بتتنصت لا انا مع حضرتك في انه لا يمكن ان احنا نقول ان بما ان التكنولوجيا قد يكون بها ما يسمى بجوانب سلبية للتكنولوجيا فاحنا نمنع التكنولوجيا يعني اذا كانت التقنيات قد تفيد في بعض الاعمال وتضر في بعض الاعمال فلا يمكن ايقاف التكنولوجيا او ايقاف التقنية لمجرد ان لها اضرار انما يجب ان يكون هناك ما يسمى بالاخذ في الاعتبار الاحتياطات لسكان الحدود مع اسرائيل وهذه الاحتياطات لو كانت اخذت في الاعتبار او لو انها تأخذ في الاعتبار لان كل دول العالم كل دول العالم دون استثناء ترى ان الدول المجاورة لها قد تتطلع على بعض معلوماتها وبالتالي تأخذ بعض الاحتياطات فاذا اخذنا بالاحتياطات التي تعمل باقتصار يا دكتور يسري ما هي هذه الاحتياطات الاحتياطات في مسألة الأبراج إنه لو البرج معين فيه كل برج حواليه قطر معين من مدى الاستخدام يعني أي برج بيبقى حواليه هالة أو دايرة أو عدة دوائر هي اللي ممكن يكون فيها الاتصالات بالقدر اللي ممكن يغطيها وبالتالي لو البرج ده كان جوه شوية كان يبقى آخر مدى يمكن ليه ما يدخلش جوه الأراضي الإسرائيلية مثلا أنا بدي مثال للمسألة اللي حاجة طلبتها لإضاحها للمشاهد والمشاهدة فالمسألة فيما يتعلق بالأبراج لو الأبراج دي ليها حواليها دائرة هذه الدائرة يجب أن تكون داخل أراضي الدولة ولا تكون هذه الدائرة خارج أراضي الدولة وبالتالي لو أخذ هذا في الاعتبار ودي مسألة تكنولوجية أو تقنية يمكن حسابه والتشفير يا دكتور التشفير عادة من الحاجات المهمة جدا اللي بتستخدم على النطاق القومي يعني يجب أن نفرق بين الاستخدامات الاتصالات السلكية واللاسلكية على المستوى القومي وعلى مستوى الأفراد على المستوى الأفراد فيما يتعلق بمستوى الأفراد ليست المكالمات الفردية الأهم إنما على المستوى القومي جميع الدول تستخدم شبكات خاصة استراتيجية لأعمالها الاستراتيجية وبالتالي ليست مستخدمة كما تستخدم الإجراءات العادية اللي موجودة في الموبايلات العادية والاتصالات العادية اللي احنا بنستخدمها أنا لا أفهم كثيرا في هذا الشأن لكن بنشوف في الأفلام كده فهدي ونادي أسد حول هل الضبي في الطريق؟ لا الضبي هتأخر شوية هو ده التشفير ولا إيه دكتور؟ لا هو ده مثال بسيط لفكرة التشفير اللي الناس عايزة أتعبر عنها التشفير عبارة عن إيه؟ عبارة عن أننا جبت كلمات ولخبطتها هنسميها لخبطها سكرامبل حتى هو الجزء المنوب بينا أننا نشرحه للناس أننا ممكن أقول لك الكلمة دي تعني إيه؟ زي بمثال بسيط كلمة الأسد تعني إيه؟ فيما يتعلق بما يتفق عليه الآن بيني وبينك لما أقول لك أسد معناها تقول لي خلصت الكلمات بتاعتك إذا اتفقنا قبل الهواء على أن كلمة أسد تعني أن دي آخر كلمة نقولها فدي شفرة خاصة بيني وبين حضرتك عندما تذكر كلمة أسد تعني بالنسبة لي انتهاء الموضوع من الذي أعطى هذه الكلمات هي الاتفاق الذي تم بيني وبينك؟ كذلك التشفير التشفير هو أدوات بتستخدم ومعدلات رياضية متخصصة وكبيرة وضخمة جدا علشان تخلي مجموعة الكلمات غير مفهومة غير مفهومة المين؟ غير مفهومة على الآخرين إنها هي مفهومة بين مين؟ بين المتلقين والمستخدمين لمثل هذه الشفرات ولا تستفيد إسرائيل في هذه الحالة أن تستفيد من أي معلومات تتنصت عليها إلا إذا سرب لها جاسوس من الداخل كتاب الشفرة يا دكتور أعتقد أن الكثير من الأعمال التي تعتمد على الأجزاء المخابراتية لابد أن يكون لها أطرف من الداخل لأنه إذا كنا نعتمد على ما يسمى بتحليل المعلومات data mining data mining لا يحتاج إلى أفراد فإذا افترضنا أن إسرائيل تجمع معلومات عن دولة مع عربية وهي تستطيع تحلل هذه المعلومات من أنها تجيبها عبر الإنترنت أو تجيبها عن وسائل الإعلام وتجيبها من وسائل كتيرة وتعمل لها ما يسمى بتحليل البيانات والمعلومات الطريقة دي تعتمد على التكنولوجيا والأدوات والتقنيات إنما الطريقة الأخرى التي هي الأسهل التي تعرضت لها أن يكون لها عميل في الداخل يستطيع أن يفكر لها الشفرة التي هي كيف يفكر الناس في مثل هذا الموضوع ليست طريقة التفكير إنما فيه حاجة يسمى الأكواد التي هي إزاي أصل لما يسمى مفتاح الشفرة صحيح حزب الله اللبناني يا دكتور تذرع حينما كشف أنه أسس ويشغل شبكة اتصال محمولة خصوصي ملاكي بتاعته تذرع بأن هذه الشبكة غير مخترقة وأنه يستخدمها للاتصال بين المقاومين وأن شبكات الاتصال الأخرى في لبنان مخترقة من قبل إسرائيل يقنعك هذا الكلام يا دكتور من ناحية التقنيات هل يمكن إنشاء شبكات خاصة مشفرة نعم من ناحية التقنية البحتة نعم يمكن إنشاء شبكات خاصة مشفرة لا يمكن وصول بعض الأطراف الخارجية إليها إنما قضية الاستخدام السياسي أو الاستخدام اللي قد يستخدمه حزب الله في مسألة الشبكة من الذي يستطيع أن يثبت أن ما يتم تدوله عبر شبكات حزب الله هو فقط لإدفاع عن فكرة أن إسرائيل قد تحتلنا لماذا لا يكون ضد أنظمة أخرى المسألة في المسألة للاستخدامات السياسية للتقنيات مسألة مفتوحة لأن التقنيات يمكن استخدامها إلى أقصى درجات الاستفادة سيد محمد ممكن أقصى درجات الاستفادة والمثالية وخدمة الإنسان وممكن أقصى درجات الأخلاق السيئة والاستخدام السيئة من الذي يحكم مثل هذا صاحب القرار السياسي وليس صاحب القرار التقني التقنيات تستطيع أن تكون تقنيات مفيدة للبشر وتقدم خدمات رائعة يمكن أن ترفع مستوانا جميعا وتستطيع أن تقدم خدمات ليست محترمة وخدمات قد تضر بنا جميعا وبالتالي المواجه السياسي والتوجيه هو الذي يؤثر في مسألة استخدام التقنيات التقنيات كالماء والهواء يمكن أن تكون نظيفة وطيبة وجميلة ويمكن أن تكون سيئة وجاسوسية وتحمل أمور كثيرة قد تكون ضر أخيرا يا دكتور شئنا أم أبينا اتحبس المدير التنفيذي لمبنيل أو برء في الطعن الذي سيقدم على هذا الحكم إسرائيل تسمع كل كلمة ألو أو يمكن أن تسمع كل كلمة ألو يقولها عربي ده البوتوم لاين كما يقولون يا دكتور آخر الكلام يعني آخر ما يقولونه وآخر ما أحب أن أقوله أنه ليست الجاسوسية قدرات تكنولوجية فقط أو قدرات تقنية فقط هناك جزء مهم جدا يجب أن يكون معلوما للجميع أن هناك قدرات بشر ما يسمى بالموسيدولوجي وطرق التفكير يصنعها البشر ويتدرب عليها البشر والبشر يستطيع أن يتغلب على التكنولوجيا إذا كان يفهم التكنولوجيا بمعنى التقنيات يمكن أن تشكل جزء مهم كبير وأدوات في إيد إسرائيل لكن ما ليس في يد إسرائيل هو الخبرات والتركمات والمعرفة التي يمكن أن تحصل عليها أنت وحصل عليها أنا وحصل عليها الآخرين ويطوروها وبالتالي هذا هو الأمل أن ترفع القدر التكنولوجي والتقني نعم هذا مهم لكن الأهم منه والذي نحن نتسيل عليه قدام ربنا أنه يجب أن يكون لدينا علم نطبقه ونستطيع أن نتميز بالعقل الذي أعطانا إياه ربنا لكي نستخدمه فنحن لسنا أقل بالنحة العقلية فسد نعم عارف أسد يعني إنما من الناحية نعم أسد يعني الوقت انتهى اتفقنا يا دكتور أنا شاكر جدا والله أنا آسف لأن الوقت انتهى سريعا لكن هذه حلقة خاصة معظمها نخصصه لا أريد أن أقول للاحتفاء لكن لتذكر ليلة سقوط بغداد ليلة أظن أن حضرتك عشتها وأنا عشتها حينما احتلت بغداد يا دكتور الحقيقة أحسسنا أن قلوبنا قد انكسرت إحنا جيل لم يشهد 67 انكسار 67 لكن شاهد احتلال بغداد أنا شاكر جدا لسعادة الدكتور يوسري زكي وهو الخبير العربي المرموق في تأمين المعلومات والاتصالات اسمعي ايه بقى نسراف بيت شلخاء اللي هي الله يخرب بيتك